في المباشر كما قلت قبليك شوية معنا السيد هشام شابي المستشارة دوزير التربية مكلف بالبرامج صباح النور مرحبا بيك على موجهة اكس بيس اف ام سيشام صباح خير سيواسين صباح خير لديك والعاملين لماك والكافة المستمعات والمستمعين وشكرا على الاستدافة شكرا تفعلك معنا بمسباح ندخلوا معك صلب الموضوع سيشام شابي نذكر كما قلت مستشارة دوزير التربية مكلف بالبرامج بيش نرجو على موضوع الاستشارة الوطنية التعليم الاساسي ساعة قبل ما نحكيوا على استشارة وشنوه اللي يتبدل وكيفاش يتبدل اليوم فماش تقييم صاير فماش معنا كيفاش تشوفوا اليوم كمختصين متومة كوزارة منظومة التعليم الاساسي شنوه النقائص متاحة شنوه اللي ماشي شنوه اللي مش ماشي واللهي سؤال ضروري كل حديث على منظومة التربية بيش نجموا لبني ويزننا نعرفوا شنوه اللي عنا وشو وين احنا بالنسبة للأهداف اللي احنا ضبطناها وبالنسبة للمنظومات الأخرى بيش نجموا نقدموا لما نقدموش احنا في تونس للأسف انه ما نش في ضمن التقييمات الدولية كما بيزا وتيمز لكن عنا جملة من التقييمات اللي تخلينا عنا لاش نبنيوه ثم تقييمات اللي صارت خاصة وصدرت على البنك الدولي وصدرت على اليونساء وايضا تقييم كل منابيه في مستوى وزارة التربية اللي هو متعلق بتقييم قدرات الأساسية للقراءة أو ما يسمى بتقييم إقراءة هالتقييمات هذه كل تعطينا حاجة مهمة جدا اللي يزمنا نتبغولها قبل كل شيء أنه احنا ما هو مطالبة به المدرسة التونسية بالأساس هو تعليم بولداتنا وصغيراتنا القراءة هذا في وهم كبير ولا أشد دليل على ذلك ما صرح بيه ما صدر عن البنك الدولي في تقريره ومسميه بفقر التعلم احنا المثل وخمسة وستين في المئة من نسبة هذه نتائج إزارة بينتنا ضحف كبير عند صغيراتنا في القراءة ما يخلينا نتبغوا للمسألة هذه ويزمنا نرجو عليها ونختم عليها باش ننجموا نقولوا أنه نجموا لبنيوا ونقولوا ونتحدوا على منظومة متطورة منظومة اللي تنجم الظاهر منظومات الكل هذا من اللي نعتبره مهم جدا من ضمن تقييمات ومبت بها تقييمات اللي قامت بها جملة محاولات الإسلاح اللي صارت قبل سواء في 2012 ندوان في 2012 اللي كانت فرصة للوقوف حول آليات الإسلاح ثم عنا محاولة 15-16 اللي كمستشارة الوطنية اللي صارت وقدمتنا التشخيص لنتقدموا به الفعالين التربويين وعطونا فكرة على الواقع التربية وما نخبيوش على الواحنا ما نلحظوه وما نشوفوه من نتائج اللي قطعة المدرسة دي قاعد يصير النسبة كبيرة وعدد كبير اللي نحدثوا على مئة ألف لكن بطبيعة مئة ألف عنا سبعين ألف نعرفوهم وينمشاوا لكن يقولوا عنا ثلاثين ألف اللي ما نعرفوهمش وينمشاوا لكن هذا ما يخلينا نقولوا وإذا كان مئة ألف المدرسة ما قدر تشعليهم يعني فما مشكلة في المنظومة التربوية إذن فما رهن كبير مستوى في مستوى لتعديدة اللي تخلينا أنه مالظروري التفكير في إصلاح وإصلاح الجدري للمنظومة التربوية بالنسبة لليوم اللي تعرف معتها ديما الحديث كل ما حتى لا يستجتمع كتقد مع بعضها مهما كانت الظروف وغيره ديما فما كده باك نحكي والتعليم بين تقري في الخاص وتقري في العمومي والنبو في العمومي والنبو في الخاص وديما تسمع منا ومنا معنتها سيبات خوشية معنتها واليوم بالحق ممكن مناش مشكلة فما تحس أكثر لهم وبرشة ناس تخادر ولكن الأرقام الزلطونية معتك نسرك اليوم على الأرقام تعشوفهم معنتا بين قدش يقراه في التعليم العمومي قدش يقراه في التعليم الخاص فكيفاش اليوم المواطن التونسي ينجم يعود يرجع يلقى قاعدة نازمة تحكي على قبل المنقلس حتى نرجع وكما قبل كيفاش يكون عنا تعليم يغزر الغدوة للمستقبل معنتها ويكون قد معنتها انتظارات التونسي والأجيال معنتها القادمة بكل التطورات اللي قاعدة سايرة في العالم هذا طموحنا الناس الكل وهذا اللي نحب عليه الناس الكل لمنظومتنا التربوية التونسية نحب نقول حاجة مهمة ومهمة باشا صحيح أنه نشكيه التعليم العمومي ونشكيه من المشاكل المتروحة بالتعليم العمومي هو خرج والقاعد يخرج ومزال بجزيدي يخرج عليش على خطر فما فاعلين تربويين من مدرسين من إطار إشراق بيداغوجي من مؤطرين من إداريين قاعدين يسهروا في المؤسسة التربوية على أنها المؤسسة التربوية تسير وتسير نحو الأفضل على هذيك أحنا نرعوا في يوم العلم الوحد دحمه ويشوك وقت اللي يراه التميز من تحصغيرات وقت اللي يترى نتيجة الباكالوريا وقت اللي يترى الصغيرات نالبارح بركة عنا صغيرات في أندونيسيا تميزوا في الجغرافيا في مسابقة دولية للجغرافيا كل مرة رسموا بحاجة وشكومهم هذيك هذيك أولاد المنظومة التربوية شكوم اللي يخدموا معهم يخدموا معهم معلمين وأسادة في المنظومة العلمية لكن بقدر ما يزمنا نثمله بقدر ما يزمنا نحطوها أو نظام هذيك بقدر ما أحنا قاعدين بصراحة نغيبوا فيها هذيك وتخلينا ديما نجم دولتالي ونتفكروا كانوا السيئة من موضو يزمنا نتفكروا السيئة ويزمنا ناخد معليه لكن موش يكونش لنا هو هذيك الصورة اللي واضحة الصورة اللي ذعرة بليتو الصورة اللي ذعرة أنا حسب رأيي إذن تغرر النجاحات باش تنجم تكون هي القاطرة للمنظومة التربوية تويكة وتنجم العبات تاخذ النماذج الصحيحة حتى تتوقع أي إصلاح تربوي لو كان ناخده عبر العالم كل إصلاح تربوي راهو يلوج على ما يناسب سياقهم صحيح أنه يستأمس بالمنظومات الأخرى وبالنجاحات الأخرى لكن كي تجي تشوف المنصار متاعه تلقاه استمد من النجاحات متاعه أحنا يزمنا الساعة على النجاحات اللي عنا وعلى اللي وصلنا النجم ونعملوها في تونس وعلى اللي وصلنا أن النجم النجح بيه سياراتنا صحيح شوفناك النتائجة ديك لكن ما شوفناك كيفاش وصلت علش ما حطوش قدامه كيفاش وصلوا هادوم كان كيفاش وصلناك التلميذة ديك وبانها ما صار تقول لي أن العائلة صحيحة العائلة عندها دورها لكن كيف المؤسسة التربوية عندها دورها في تأثير التلميذة ديك كيفاش أترتك التلميذة ديك ماذا بينا لو كان ناخد هدي هذي دعوة الباحثين متاعنا أنهم ياخدوا عند ما يسمى عند التربويين لفاقال لفا ريجيان لفا أنسانيان هذو كل ماذا بينا لو كان نعرفه أحنا في تونس كيفاش يصير هالأطر هذي في التلميذة متاعنا باش ينجموا يتميزوا ويكونوا متميزين وهذا ينجم يكون لنا أساس ويعاون على أنه تكون عنا منظومة تربوية متطورة متجدة قبل أنها تزيد تتطور وتكون عايزة متعايشة مع محيطها وفي سياقها واضح بالنسبة للاستشارة معتها الآن كيفاش بيش تصير اشنو العمل كيفاش بيش تكون كيفاش بتشارك فيها الناس ولك تعطينا التفاصيل بالنسبة الاستشارة أول شيء سعر حب نذكر بالهدف متاح أو الهدف الأساسي نجم نقوله اللي هو بالأساس هو ضبط جملة الملامح والتوجهات اللي يمكن تكون هي البصمة للمستقبل التربية والتعليم النظامي وغير النظامي في مختلف مراحل هالاستشارة هذه من الضروري أنها بأساس هي متوجهة لمختلف شرائح المجتمع هي تهدف كما قلت للتعرف على أعراء مختلفة من الداخلين تلامية طلبة متكونين مدرسين أولياء مهتمين بشأن التربوي ناخد باحثين كل ما إنسان نرا في نفسه أنه معني بالشأن التربوي هو مدعو للمشاركة في هذه الاستشارة وهذا بشي ساعد على تحديد قلنا التوجهات العامة المستقبلية وأيضا كيف يمكن أن نكرس ما نحن نعاني منه وما تظهره لنا الخريطة بعد كل نتائج بكالوريا مبدأ تكافأ الفرص وهنا كيفاش أيضا نجمو نقضيو على ما يسمى بالأمية اللي قاعدت في بلادنا وكيفاش نجمو نحافظ على نرسيو مبدأ التعلم مدى الحياة كيفاش نجمو نرفعه من كفاءات خرجين تاعنا مختلف الخرجين إذن الاستشارة هي تتوجه نحو كل الفعالين الناس كل ما دعوها للمشاركة فيها بش نجمو نرسمو مصالع ملامح المنظومة التربوية وهذا بش يكون دعامة للمجلس الأعلى للتربية واللي يصدر في الفصل مية وخمسة وثلاثين مدستور واللي يقول في نصه يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المعني وآفاق التشغيل اللحظة هنا أنه سيبدي الرأي في الخطط الوطنية ومي بش ديها الخطط الوطنية إذا كان ما نسمعوش وما يكونش بما أن أحنا بديه جدا في تونس أنه نعرفه ونجم يكون من أسباب لأخر هو أنه التعليم التربية والتعليم هو شأن مجتمعي بما أنه شأن مجتمعي هو يتقدم على طريق الاستشارة جملة مقترحاته وفي روءة نجم تبنى والخطط والمجلس الأعلى للتربية يمكن أن يبدي رأيها في هذه الخطط هل الاستشارة هذه ما هيش آآ معنيها آآ تنجز من قبل آآ وزارة أو الترف حيث هي وزارة هي استشارة شاركت فيها المختلف آآ وزارات المعنية مباشرة واللي نجم أقول أنا واللي يجزم أنهم بالتربية هي شأن مختلف الوزارة لكن اللي يشاركوا مباشرة فيها العمل بتريع وزارة التربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التشغيل والتكوين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن شؤون الدينية الشباب والرياضة وشؤون الثقافية وكان الاشتغال هنا أكبر حاجة يمكن الخروج بها من العمل هذا هذه لأول مرة تلتقي الوزارة تحكي في نفس المسألة اللي ناسي يتعالش فيها من جهاتها دون أنها تعرف يخرج جيد طرف الآخر قاعد يقوم به يعني صمى بين الأشخاص هناك التواصل لكن بين المؤسسات يكون التواصل غير المنظم ربما يكون المجلس الأعلى للتربية فرصة لتوحيد هذه الرؤاء الرؤاء ويكون لكلها لفعيدة المنظومة التربوية التونسية والاستشارة تساهم من خلال الأسألة التي ستطرح في وضع ملامح لهذه الخطط التي يمكن أن توضع للسصلاح التربوي موضوع وضح إذن المرحلة القادمة شين المرحلة القادمة نذكر مستمعين بالتبيع المرحلة القادمة المرحلة القادمة من المفروض أنه ستوضع جملة الأسئلة التي يتم المصادقة عليها من قبل اللجنة ومن قبل الإدارة وكل المسؤولين وتوضع على منصة منصة رقمية هذه منصة رقمية من مفترض 15 سبتمبر تفتح للجميع والجميع يتم الدخول إلى هذه الاستشارة نتصور أنه ليس للكل الإمكانية للإجابة عن كل الأسئلة المطروحة لكن لكل المدعوين للإجابة على الأسئلة التي يرى أنه هو معني بها وسيجيب ويقدم فيها الإضافة بعد ذلك تحليل المختلفة هذه النتائج تحليل العلمي التي دبر فيها نحب نعطي توصيف لهذه الأسئلة هناك أسئلة مغلقة وهناك أسئلة مفتوحة وهذه الأسئلة المفتوحة هي التي تفسع المجال للمشاركين لتقديم مقترحاتهم وإن شاء الله نوصله على ثلاثة أسئلة مهمية نحب نوصل بهم ماذا يمكن أن نحافظ عليهم هذه المنظومة التربوية ماذا يمكن أن نغير والأهم من هذا كل ما الذي يمكن أن نبدعه والذي نبدعه هو في علاقة بسياقنا والذي يمكن أن يقدم الإضافة الحقيقية لمنظمتنا التربوية بالنسبة للأسلاح كما قلت التصريحات كانت لرئيس الجمهورية فيما يخص أسلاح منظوم التعليم الأساسي ولكن اليوم معنات الحديث كما قلت مع تنسك الماذا بها نتصور اليوم مع تلقى في التعليم العمومي معنتها المستوى اللي تنتظروا حاولنا نسمع منكم معتها اليوم نظرتكم في الوزارة شنو الأسباب شنو اليوم اللي ماشي شنو اللي مش ماشي في المنظومة وقتاش كيفاش الاستشارة هذه بش تكون وراء شنو المواطنين كيفاش يشاركوا انشاء الله بش تكون نهار 15 سبتمبر الانتلاق متاعها كيفا كما قلنا عليه السيد الرئيس جمهورية وانشاء الله بش تكون على منصة ويتم التعريف بها ونتكون ومعناها وتوفر كل الظروف والإمكانيات لمشاركة كل الأطراف بش ينجموا يقدموا ويجاوبوا على الأسألة ويقدموا جملة المقترحات اللي يقوموا يروها نجم تقدم بالمنظومة التربوية نهار 15 سبتمبر هو موعد اتلاق هذه الاستشارة ومن هنا من الآن إلى ذلك الوقت هناك استعدادات حتيفة لوضع هذه الأسئلة على هذه المنصة وتكون جاهزة للنشر للعموم وكيما قلت لك بعد الاستشارة هذيك بش تكون عنا تحليل لمختلفات نتاج وتقرير يقدم إلى المجلس الأعلى للتربية المنتظر شكرا شكرا لك نذكر لعيشك وشكرا على الاستداثة وبالتوفيق لكم شكرا لك سيد هشام الشاب المستشار هذا وزير التربية المكلف بالبرامج حول الاستشارة الوطنية التعليم لسيسي غبيد ماص هشام جوست هذي بنسبة لسيح مفضومة التحضيرات بنسبة الغطية كل شيء في الموعد خطر نعرفه كل مرة نسمعهم بعد العودة المدرسية تم الانطلاق في الأعداد لها منذ مارس 2023 الآن تبعثة لجنة وطنية تشرف على التنصيق لمختلف بين مختلف المندوبيات عنا ديما الاشكال متع الأهرامات هذا تم انجازه منذ الأسبوع الفارض تم ضبط الأهرامات في مختلف المؤسسات التربية يقولوا الأهرامات يعني يقولوا شنو الأقسام وشنو عدد المدرسين وكل ما يهم الرجوع الفعلي لعودة المدرسية طوى في مستوى الجهات عنا الاستعداد لإعداد المدارس لأه المؤسسات التربية بمختلفها وهذا يصير والدائر اللقاءات والاجتماعات مع السلطات الجهوية قعدة تصير تباعا في هذه الفترة والاستعداد في مستوى المحلي والجهوي لانطلاق عودة مدرسية كما تعودنا عليها اللي هي حفلة كل تونسي الملمومات خيراته ان شاء الله بالتوفيق نعرفه كما قلت معناتها كل مرة فما الظروف فما الامكانيات معناتها نلقا وفما سيدة نقصي معلمين نقصي وإلا معناتها المدارس مجاهزة كما لازم معناتها بيش تستقبل سمحوني التلمذة هذي الكل تنرشو علي في حوار اخر حتى مع سيد وصير التربية في الفترة ممكن في بداية شهر سبتمبر قبل العودة المدرسية اللي برمجة بتبعها خمسة عشر سبتمبر هكوالي ان شاء الله ان شاء الله خمسة عشر سبتمبر هي يوم العودة المدرسية كما تعودنا لي أربعة عشر سبتمبر اتحاق المدرسين بمؤساتهم التربوية لتسلم جدولهم الأوقات وانطلاق والتوصيات المتعلقة بالسنة الدراسية الجديدة وخمسة عشر سبتمبر انطلاق التلاميذ في الدراسة بمؤساتهم التربوية فمش توصيات خاصة سنة معنتها والله ان شاء الله تصدر التوصيات اللي في شكل منشور عودة ومدرسية ان شاء الله نعلموكم بيه في الإبان ولي الوزارة في انتظار وضع أو بحث البجس على التربية والانطلاق من الإصلاح التربوي الجدري ان شاء الله شكرا لك وعلى تفضل اليوم الصباح نذكر مستمعنا سيد هيشامش بالمستشارة دوازير التربية مكلف بالبرامج حول الاستشارة الوطنية دخلت معنا حول الاستشارة الوطنية للتعليم الأساسي شكرا لك